الحضور الكرام يقول الله تبارك وتعالى واصفا حال هذه الحياة الدنيا قال إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون وقال تبارك وتعالى واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا فهذه الحياة الدنيا أيها الأحب الكرام لا قيمة لها أبدا وربنا سبحانه وتعالى مثل بموية نزلت من السماء وهذه الماء وجدت النبات في الأرض فنشأ النبات واخضر ويعجب الناس ويعجب الزراع نباته بعد فترة بيبقى يابس تذروه الرياح لا قيمة له ولذلك قال تبارك وتعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب العادل من بني آدم لما يشوف المثل اللي ربنا يضرب للدنيا بيعقل ويتفكر ربنا قال لك زي نبات قام وفي النهاية بيقى هشيم تذروه الرياح ما عنده قيمة الدنيا دي الآية اللي بعده يطوالي في صورة يونس اللي بدين باقبل اللي بعده ربنا بعد ما بيقى لك قيمة الدنيا دي قال والله يدعو إلى دار السلام الله ما بيدعوك لديه الدنيا البتنتهي دي لأنه دي ما عنده قيمة لكن قال لك والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم دار السلام دي الجنة لأن ربنا قال تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم فيها سلام لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وتتلقاهم الملائكة أن سلام عليكم طيبتهم فادخلوها خالدين ديك دار السلام دار السلام ما حقتنا دي دي موالة ما فيه ما دار السلام دي دار السلام الجنة ربنا قال لك والله يدعو إلى دار السلام دار سلام كله أمان الإنسان يأكل فيها ما يشاء ربنا سبحانه وتعالى قال لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مفعولا انت تتنعم فيها بما تشاء ربنا سبحانه وتعالى قال قال وحلوا أساورا من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاءا وكان سعيكم مشكورا هذه الجنة دار السلام في الآية اللي بعدية ربنا قال للذين أحسنوا الحسنى ديها الجنة ذاتا لكن ربنا وراك إن الجنة دي الناس ما دخلتها ساي كذا إنما دخلت بعض رحمة الله سبحانه وتعالى بعمل شكد ربنا قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية الله تبارك وتعالى بعضين يرى الله عز وجل في الجنة أما الكافر ربنا سبحانه وتعالى قال كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون مبير الله تبارك وتعالى ومن أعظم نعيم هذه الجنة رؤية الله تبارك وتعالى فينادي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بعدما دخل المؤمنون الجنة وأصحاب الجحيم دخلوا سقر ينادي يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم قالوا وماذا نريد وقد بيطت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وأعطيتنا وأعطيتنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف الله الحجاب فينظرون إليه فما أعطوا نعمة أعظم من رؤية الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة وجوهما مظلمة يوم القيامة القتر ولا الذلة ولا على أمهانة إنما سعداء قال تعالى تعرفوا في وجوههم نظرة النعيم السيزول المرتاح في الدنيا دي خليك من راحت الآخرة ديك مع شغل براو في الدنيا دي زول المرتب وشوا زي وشة كتة التعبان وقاعد في الحر والكتاحة ما زيك السجائي من الخليج تعرفوا في وجوههم نظرة الخليج ظاهرين ما زينا إحنا غبشة وكتاحة وبشتنى وسخ ما زيك فذلك في الجنة ربنا قال تعرفوا في وجوههم نظرة النعيم جسقون من رحيق مختوم ختامه مسكن وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فذلك شوف ربنا أدعهم نعيم لأنهم أحسنوا أحسنوا العمل في الدنيا هنا إنت أحسن العمل ما تلخبط الحكاية يا ساي ما تلخبطه أحسن شأن ربنا ربنا سبحانه وتعالى قال وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان تحسنته ربنا بيحسن لك لكن إنت دار في الدنيا دي تعيش بمزايك في ناس دار يعيشوا بمزاجوا والدين دا بمزاجوا الحلال الدائرين هم حلال والحرام الدائرين هم حرام بس كده هل دا أحسن في عبادة ربه دا ما أحسن تحسن في عقيدتك في الأول هل عقيدتك دي عقيدة حسن أسعر رقبتك أنت في الشدايد بتنده منو بتدعو الله الشدايد لما المرأة تكون في العملية جوه أنت بتقول يا منو ولما العربية تميل درت انقلب بتناجي تقول يا منو أكم بتقول يا الله التومورك كويسة ما عندك مشكلة أكم بيقيت من الجماعة بيقولوا يا الكباشي ويا واتعسون الترابة في خشمك التمس في التحاجة ما أحسنت عبادة ربك تبارك وتعالى ربنا سبحانه وتعالى قال والذين ديال المؤمنين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ربنا لمن وصف المؤمنين أول حاجة قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إنت تقول يا الكباشي ليه ليه الكباشي خلقك لا برزقك ما برزقك بديك الجنة ما بدي الجنة تنادي الكباشي ليه ربنا سبحانه وتعالى قال في صورة النمل أم من يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله ألا معه إله يوسف عليه السلام بيسأل في صحبان اللي صاحبه في السجن يعني قال يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار أخير الله ولا خير واتحسون أسألك بالله أخير الله ولا واتحسون طبعنا جماعين في بلدنا دي كان قلت لهم أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار بيكونوا لا سمع فاهم حاجة الصوفي بيكون ما فاهم شيء لكن تقول لا خير الله ولا خير أبو العباس الساكن فاس ده شيخك كأحمد تجاني أخير ياتو أخير الله ما تنادى أبو العباس ثاني ما عنده لك حاجة وذور رقت زمان ميت رقت في التراب شكد ربنا سبحانه وتعالى قال والذين يدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ما عندهم شيء ربنا قال أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرا وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين شان كده إنت شان تدخل مع الذين أحسنوا اللي ربنا قال عنهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة تحسن أول حاجة في عقيدتك عقيدة نظيفة ما تسوفها لخبطة في إنت كلامي ما تجيب لك لخبطة ده قال لك في الليل الهادي بنادي سيادي عاديل كده إحني لا لفه ده ورعنا ده الليل ده قال لك من يرويك والنجوم دي تكتر والناس ترقوا تنوم قال الوقت ده كيادو بنادي الفقراء في الليل الهادي بنادي سيادي جملة وفراد جملة يعني قولي يا الغوم تلحقونا ده جملة وفراد في نادي واحد واحد يمسكوا ليك أي العركي وغومك ده زي ما البرع جابه في كتاب اسمه علامة طريق المشكلة الكتب دي قاعدة في السوق اتا الزعلان في ناسة الواحد يقول لك من قبل ما كنا كويسين ماشين بالغران الكتب الجابه شنو احنا ذاته أسا كويسين برضو كويس الكتب دي قاعدة في السوق اتا قال كتاب دا كتابت انا ولا شنو قاعد في السوق اعلامة طريق قال يا العركي وقومك قل لي في نومك زالت همومك ده البرع لمن جاتوا الحصوة يا ناس في حصوة ابنا دولي عركي اتا من الله خلقك لاغتك حصوة ابنا دولي عركي أسأل عركي لو جاها قوميت قول جا حي واجف قدامك هذا في حصوة جوه هنا العركي يعمل لها شنو يعني قال هيا ابو التاية ابو التاية ده خصة بتاع باطنية حصوة ابو التاية على اختبها شنو قال هيا ابو التاية وحامد ابعصاية ابعصاية ده لو في بقرة شردت منك انت معايليش تنادي بعصاية لانه بيقرع البقرة بيقرعها بجيبها لك راجعة لكن حصوة حصوة جوه فيه كرشة قدي علاقة باش مو حامد ابعصاية قال هيا ابو التاية وحامد ابعصاية زيل الحصاية ومرت كلاية اها ولا لا بعصاية ولا التاية ولا العركي وزول حل ما فيه ومات في النهاية الغريبة ناس حامد والتاية وبعصاية رجدوا ماتوا والبرع البنادي فوقهم مات رجد تاني بيجو جماعة بنادوا البرع النادى ديلك والنادهم والرقد التد بيجو واحد تاني بناديهم ده غباء ولا ما غباء شكده ربنا قال ليك للذين احسنوا الحسنة وزيادة انت دار الجنة او اقتامشي لك معا طريقة من الطرق دي ده باطل تقول لك باطل فللذين احسنوا في عقيدتهم والذين احسنوا في عبادتهم انت بتعبد علي اساس بتعبد علي اساس انت ماسك لك ورد وقاعد الليل كله يا دايم يا دايم بيسبحة ولم يكون بيجاي ولم يكون بهيني اه وتندها الليل كله ماسك لك سبحة العبادة دي جاب النبي عليه الصلاة والسلام ما جابه جبته من وين الته ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة النساء فلا وربك دا قسم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما انت مسلم للنبي ولا ما مسلم قل لك والله مولانا نحنا بس النبي دا معاه بس النبي دا نحنا معاه اها الطريقة دي جاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا جاب احمد تجاني الجاب امنه جاب احمد تجاني هل فاتت على الرسول ولا شنو يا اخوانه النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بعرفة ربنا نزل عليه اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي سؤال لا يتجاني الآية دي وقت نزلت كان في تجانية ولا ماف كان فيه ولا ماف ماف تجانية طيب تجيب تابتين وربنا قال اليوم ما اليوم ما يوم عرفة والنبي حيء عليه الصلاة والسلام الدين كتمل والنعمة صيف حتى اما ماف تجانية ماف زيادة او قل لي فتجانية ظهرت ظهرت من وين كان النبي دا السية يعني ولا شنو النبي كان دا السية ماف تاني دين جديد لذلك قال الامام مالك بعد ان قرى هذه الآية قال ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا ما ممكن يجي دين جديد وانا في السودان لدينا نحن البرهانية براه التجانية براه القادرية براه والقادرية كمان القادرية جوا عندها اقسام القادرية اولاد كدباس والقادرية العراقية والقادرية اولاد الشيخ الجحلي نوم العارف يا ناس بتنتهي بتيرى الحكاة دي بتنتهي بتين الشغلة دي كلها باطل عشان كده انت لو داير الدين حق ودار تخش الجنة وتخش في قوله تعالى للذين احسنوا الحسنة الاحسان دا كونك تكون ورى النبي عليه الصلاة والسلام دا الاحسان تعبد الله باحسان عبادة مستقيمة ورى النبي عليه الصلاة والسلام لكن يومك سويت لك طريقة سويت لك عبادة من رأسك ات فارقت الطريقة الحق وزد على ذلك الجماعات الباطلة الموجودة في الساحة التي ضلت عن صراط الله المستقيب كجماعة الاخوان المسلمين دي جماعة بتاعة مظاهرات يعني ما بيظهر لك الاخو المسلم تلقى قاعد في الحلة لا بيأمرك بمعروف لا بنهاج عن منكر لا بيقول لك صلي لا بيقول لك بر والدك ما عندهم عكيش بيظهر لك بس يوم المظاهرة اول ما يجو يحرقوا اللساتك في امتى ومارقين الشارع يزغط يزغط يقول لك يزغط يتكو التوين من زمان من زمان التوين ما بيجي كله كله ده بيظهر لما انتظر القروش شكذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابي سعيد في صحيح مسلم قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بذهب من اليمن بقطع من الذهب قال لم تخلص من ترابها فقسمها بين اربعة نفر قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسم الذهب شوف القروش جاء والماجات هتخيل الظهر منه المجار ما بكونوا نابتين ما بيظهر كهات الحين قاعد في امتى اول ما تظهر القروش بيظهر الشماشة مع القروش قال فقام رجل غير العينين عيونه دي خاصة الاجوه من كترة السهر يجرى الغرير بالليل امممممم كذب مجرم Scripture بالليل كله شوفته قال غير العينين ناتئ الجبين الجبهة بتاعته من كترة السجود لما مورم اليها برا في امتى قال كث اللحية مشمر الإزار تشوفوا كده تقول ده ما ولانا زاته بس ده رجل الدين مش قام السزول زي ده لو وقف تتواغوا وقلوا شنو قل اتغوا الله يا عباد الله واسني على الرسول صلى الله عليه وسلم مش كده قام قال يا محمد اعدل فانك لم تعدل ده لابت من زمان اول ما ظهرت القروج ظهر النوعية دي ولذلك بتلقى هذا هذه النوعية من البشر اصحاب الفتن ما بيظهر إلا مع المصالح الدنيوية ولذلك الاخوان المسلمون ليس لهم من التمسك بل اسلام الا هذا الاسم اسلام عبارة عن دعاوى وشعارات نحن ما بنقول كفار لكن اسلام ده عبارة عن شعارات بيظهروا مع القروج بس قروج في قروج بيجو الذين يلمزونك في الصدقات فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون دي الجماعة بتاعين قروج قاموا معنا عارف في قروج في المحل ده هنا شفت كيف نحن زي عندنا هناك في اهلنا في طيرة يسمى السنبر نحن مزارعية ساعة ونسخلة في طيرة يسمى السنبر السنبر ده لو جاء معنا الخريف بدأ بس مما شوف السنبر ده ركلا في محلة اعرف انه الخريف بدأ خلاس المطر جاه بس ده بيجي بيظهر ليك الاخوان المسلمين زي السنبر ده شفت وانصار السنة سنبر برضو زيهم جال بيظهروا ليك معا منابع القروج ظهر المال ظهر هؤلاء انقطع المال شفت زي النمل ملموم في عظم العظم تلقى ملموم وكتار يعجبوك دقون يا زول ما شاء الله جالق لي بجي سيره وسكروته وبتاعه ارفع العظم دفوق النمل بيفوت كله وهكذا دعوة قائمة على استياض منابع الاموال ما عندهم دعوة الى الدين الحق ولذلك نحن نرجع ونقول للذين احسنوا في عبادة ربهم باخلاص التوحيد الى الله وتجريد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام ديل لهم الحسنة الجنة وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اتذي بهذا القدر صلى الله وسلم على نبينا محمد وقدم شيخ مزامن